السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة انشاء حساب استيم عن طريق الهاتف فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تتحون متصفح بهذا الطريقة بعد كده تكتبون في البحث استيم فراح يظهر معاكم اول خيار اللي هو موقع استيم تضغطون عليه بعد كده يا شباب من هنا تضغطون على الثلاث شرطات اللي فوق عليه سار وبعدين تضغطون على خيار login اول خيار فهنا يا شباب رح تفتح معاكم هذه الصفحة تنزلون شوي تحت رح تحصلون خيار جون استيم تضغطون عليه فهنا يا شباب رح يطلب منكم تسجيل الايميل الخاص فيكم اما الخيار الثاني شباب معاكم تسجلوا الايميل مرة ثانية بعد كده من هنا الخيار الثالث تختارون الدولة اللي انتوا فيها وهنا تضغطون على هذا المربع بهذا الطريقة رح يطلب منكم حل اللغز فهنا يقول لك حدد السلالم اللي موجودة فبهذه الطريقة تأكد انك انسان حقيقي وبعد كده تحطون علامة صح على هذا المربع وتضغطون continue فهنا يا شباب لو تلاحظون ظهر معنا رسالة يقول لك اننا تم ارسال رسالة التحقق في الايميل فلازم ندخل على الايميل وندخل على الرسالة ورح يتم تفعيل الحساب فخلونا نروح على الرسالة فرح تظهر معاكم رسالة بهذه الطريقة تضغطون على الكلام اللي باللول الازرق بهذه الطريقة تضغطون المتصفح فكده يا شباب تم تأكيد الحساب الان رح نرجع على نفس الصفحة اللي كنا فيها فهنا لو تلاحظون يا شباب الان يطلب مننا تسجيل اسم للحساب فكده سجلنا الاسم الخاص بالحساب ولكن يا شباب لازم تتأكدون انكم تحفظون هذا الاسم تقدرون تسولها نسخ بهذه الطريقة او تسجلون عندكم لان بعدين لما تسجلون دخوله على الحساب رح يطلب منكم تسجيل اسم المستخدم والرمز السري فراح يكون هذا اسم المستخدم الخيار الثاني هنا تسجلون الرمز السري الخاص فيكم فلازم يكون عبارة عن حروف وارقام حروف كبيرة وحروف صغيرة والخيار الثاني شباب هنا تسجلون الرمز مرة ثانية وبعد كده تضغطون على خيار دان فكده الان يا شباب بكل سهولة انشاءنا حساب في ستيم تضغطون الان على الثلاث شرطات اللي فوق على الاسار لو تلاحظون ظهر معانا اسم الحساب والان هذه معلومات الحساب الخاص فيكم واذا حبين يا شباب انكم تعدلون على معلومات الحساب تضغطون على اسم الحساب بهذه الطريقة وبعدين تضغطون على هذا اللي باللون الأخضر Setup Steam Profile فهنا يا شباب رح يظهر معاكم اسم الحساب اذا حبينكم تغيرون البروفايل حق الحساب او صورة الحساب تضغطون على هذا الخيار ومن هنا تضغطون على Uploader Avatar فتقدرون تسوون السماح وتختارون اي صورة تبغونها اذا ما ظهرت معاكم يا شباب هذه المعلومات بيكون تسجلون الخروج من الحساب وتدخلون على الحساب مرة ثانية ورح تظهر معاكم فهذه كانت طريقة انشاء الحسابي شباب بكل سهولة اذا حابين تعرفون اكثر عن Steam او تطبيقات الاخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة